اشتركوا في القناة مئة مليون دولار من الادارة الامريكية خلال مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي بعد فقدان سيطارة عليه مختصون يؤكدون عدم تحديد مكان سقوط الصاروخ الصينية وتوقعات بوقوع ما سيتبقى منه بين الثامن والثاني عشر من مايا اهلا بكم مشاهدين الكرام في احدث تحيينات الوضع الوبائي سجل عدد من الجهات التونسية خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية اعدادا جديدة من الوفايات والاصابات بكورونا ارقام خطيرة تسجل في ظل وضع وبائي عالي الدقة يتطلب الحذر الاقصى وتطبيق اجراءات التوقي تطبيقا صارما ارقام جديدة من الوفايات والاصابات تنظف الى الحصيل التي سجلت تونس منذ بداية جائحة كورونا والتي تنظر بان الوضع ما زلت دقيقا ومن بين الارقام المسجلة في تحيينا للوضع الوبائي في البلاد وفات عشر اشخاص في ولاية سفاقس في الساعة الاربع والعشرين الماضية فيما سجلت الادارة الجهوية للصحة بقفصة في الساعة الثمانية والاربعين الماضية وفات تسعة اشخاص بفيروس خمس وفايات سجلتها ولاية مدنين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وفي اخير تحيين الوضع الوبائي في ولاية توزر سجل ارتفاع في عدد الوفاية الناجمة عن فيروس كورونا بعد تسجيل حالتي وفات جديدتين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية كما يشهد الوضع الوبائي تراجع عدد المقيمين بقسم الانعاش والكوفيد بكافة مراكز معتمدية الجهة تسجيل مو توزر في اخر المرحلة الثالثة نشوف اليوم مثلا نراجعين في عدد سام الكوفيد 22 مريضة في كامل عدد سام الكوفيد موجودين على كامل معتمدية الولاية تم خمسة فرشات في الرياء اوكي بي من سبعة خطة زدنا نزوز فرشات اخيرا نرى خمسة فرشات في الرياء اوكي بي نشوف حتى من ناحية كمية السهلاك للسجان اليومية في المستشفى الجهة ويتوزر قاعدة تمتص بالقدار كمية السهلاك وهذا يعطينا ان الحالات نتاعنا قادة تنطلص لجزيرة جرباوة في ظل بولوغي قسمي كوفيد 19 بالمستشفى الجهة والصادق لمقدم تاقة الاستيعاب القصوى تؤكد سلطات صحية جاهزية قسم كوفيد بمعتمدية اجيمة لان الاشكال لانطلاق العمل فيها يبقى في نقص الاطارات الطبية وشبه الطبية وكلفة 550 الف دينار وجاهز لاستقبال المرضى وفي المستلزمات الضروية الكل ما يبقى الأساس هو توفير المرضى البشرية الضرورية باش يخدم وباش يساند المجهود الكبير اللي قم بها مستشفى الجهوي صادق قدم وخاصة لمركز كوفيد وفي إطار الدعم الجزائري لمجهودة تونس في مكافحة كوفيد 19 توصلت الإمدادات الجزائرية لتونس من الأكسجان ورانا نجيب لهم الكمية كل يوم 24 حينات مقدار 80 ألف لتر يوميا والحمد لله رانا سمنا هنا تسهيلات في فترة الأخيرة تم دخول ما يقارب 8 صهريج يحمل كل صهريج 20 ألف لتر وذلك للوصول للمستشفيات دور ديوانة لهنا دور كبير وحاولنا نساهمه مساهمة فعالة وسخرنا كل الأمكانيات بما فيها خصصنا في فضاء خاص أين تتم عملية تفريغ وتحميل البضاعة وضع وبائي تختلف درجة خطورته من ولاية إلى أخرى إلا أن الأكيد في الأمر يبقى تطبيق كل الإجراءات الكافلة بمواجهة هذا الفيروس والتوقي منه ضرورة تسريع وتيرة عملية تلقيح ضد فيروس كورونا وضمان حسن سيرها حتى تشمل الفئات المستهدفة جميعا استنادا إلى المرحل التي ضبطتها الحملة الوطنية للتلقيح أهم توصية رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ظهر اليوم وفي إطار الاطلاع على آخر تطورات الوضع الوبائي والمعطيات الحالية المتعلقة بنسق انتشار العدوى ومدى جاهزية المؤسسات والهياكل الاستشفائية على الصعيدين البشري واللوجستي للتعامل مع تطورات الوضع أكد رئيس الحكومة أهمية القرارات والإجراءات والمقترحات التي تقدمها اللجنة العلمية مثمنان المجهودات التي تبذلها ومبينان أن أشغالها ونتائج أعمالها وتصوراتها لا تخضع لأي ذغوطات مهما كان نوعها وأن استراتيجية عملها تقوم أساسا على المعايير العلمية الصرف تفعلا مع خطورة الوضع الوبائي الذي لا يتحسن البتة اقترحت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال اجتماعها مساء أمس اقرار حجر صحي شامل خلال اليومين الأولين من عيد الفطر مع منع التنقل بين المدن انطلاقا من يوم السبت الثامن من مائي احدى وعشرين والفين فضلا عن منع التجمعات والاحتفالات بجميع أنواعها مع التجديد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين مقترحات تهدف إلى تطبيق خطر العدوى بسلالات كورونا العديدة والحد من استفحال الوباء وانهيار المنظومة الصحية وضع وبائي خطير يتسم بارتفاع الضغط على المنظومة الصحية ما دفع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تقديم بعض المقترحات خلال اجتماعها أمس بهدف الحد قدر الإمكان من مزيد استفحال هذا الوباء ومن بين هذه المقترحات اقرار حجر صحي شامل خلال اليومين الأولين من عيد الفطر ومنع التنقل بين المدن انطلاقا من يوم السبت الثامن من مائي نراه لا بد من تقوية الضغط على السيركولاشون متع الابات على الديبلاسمون على الكوفرفو وتطبيقه خاصة تطبيقه اللي هو موش قاعد يتطبق كما يقوله بصفة ملتزمة زادة فما مطلب أنه نعاود ونشاركه معنا الهياكل اللي داره من المجتمع مدني والإعلام طالبين منه زادة أنه يكونوا فما ومضات أكثر معناها يشاركنا هذلك مطالب عديدة اللي هي الكل تصب في خانة أنه يلزمنا نخرجوا من هالأزمة اللي دخلنا فيها ودعا جويدري لمزيد الوعي بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية وبالقرارات المتخذة طو هكا نقبله أنا في العيد اللي عم ناول نضحينا وقبلنا التضحيات وستناه وقت اللي عنا الأموات بالمئات وبالآلاف ننبهو كمراء والوضعية صعيبة برشا زملائنا اللي يخدموا في الابيديميولوجي قاعدين ينبهوا زملائنا اللي يخدموا في الفيروس قاعدين ينبهوا والاجتماعات متع اللجنة العلمية الكل دور حول الأمور هذه أراهوا التسكير ما هونش ضد العباد أراهوا في مصلحتهم وخاصة في مصلحة العزيزة عليهم وضع وبائي خطير يستوجبوا مزيدا من الحذر واليقظة والإقبال على التلقيح وفقها عضو اللجنة العلمية زل 2021 صعيب العام الجاي تذكروني في الكلام هذا بشيكون بقدرة الله أسهل موش معنا هذي أمان الفرق لكن كنافو نحافظوا على رواحنا كنا نعملوا الكمبانيام دو فاكسان من شيرة المواطنين ومن شيرة السيستام دو سنتيم تاع الفاكسيناسيون معنا الزوز يتلموا باش الفاكسيناسيون تصير على قاعدة عام 2022 من هنا آخر 2021 يكون رؤيتنا للمرض هذا أخرى وتكون حياتنا أخرى ونرجع أكثر إلى حياة عادية الحد من انتشار الوباء وتجنب المنظمة الصحية حالة الانهيار القصوى تبقى مسؤولية الجميع إذا المشاهدين وضع وبائي خطير تعيش فيه تونس يتسم بارتفاع عدد الوفايات وحالات الإصابة بكوفيد-19 يستوجب مزيد الحذر واليقفة لكن للأسف ومع الإجراءات المتخذة كلها والدعوات لالتزام لبروتوكولات الصحية تطغى السلوكات لمسؤولة ويزداد لاوعي بخطورة المرحلة لدى عدد كبير من التونسيين ما يزيد تعميق الأزمة الصحية وانتشار العدو اكتظاظ بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية وصحاب للأطفال دون أي موجب وعدم احترام الإجراءات الوقائية من طرف عدد كبير من المواطنين ما شاهد رسدتها الكاميرا في هذا الظرف الوبائي الخطير وتهور وقلة وعي وثم ناس حتى لم يشم صدقة اللي ثم جايحة لا خطر نحن ما نحترموش تلقي انت تخرجيهم القهوة منو تلقي عمل شيء على البر وعلى شنين الحكاية المسؤولية مشتركة ما بين الدولة وبين المواطن يزم المواطن يحترم دولة زادة تقوم بمهامها توجاه المواطن بتوفير اللقاح عضو اللجنة العلمية لموجبهة فيروس كورونا أمان الله المسعد يأكد الضغط الكبير على المنظومة الصحية وحالة الأحباط التي انتابت الجيش الأبيض جراء لمسؤولية والاستهتار لدى البعض في الحرب على الوباء معناها ثم احساس بالأحباط عند كل القطاع الصحي لأنه معناها وكأنه قاعد يحارب بوحده معناها وعملية كالصورة اللي كانت موجودة في منجردين كيفاش معناها الأمن معناها يتلق في النار والمواطن وراه هذا اللي كان سند ليه في هالحرب اللي قاعدين قوموا بها ضد الكورونا ماناش قاعدين نسوفوا في هالصورة هذه الإيجابية اللي تخلينا احنا نزيدوا اللقيوص دورنا ونمشيوا ونحاربوا وكأنه وعننا شكون ونحسوا اللي عنا شكون ورانا حالة من المبالات والتهاون يرجعها المختصون في علم الاجتماع إلى أزمة الثقة في الطبقة السياسية إضافة إلى الإخفاق الاتصالي أغلب المختصين في الاتصال وأساس الاتصال الصحي يقول لك ماذا بيك يعني منذ البداية التعول ما نسمي لتك دولار رسبنسابلتي أنت مسؤول على حياتك وأنت حتى تتهور مسؤول على حياة الآخرين وهذا مش فقط لدعوة على الخوف بل لأنك مواطن فأنت تعيش في مجموعة وطنية وتعيش مع الآخرين وبالتالي مسؤوليتك مش مسؤولية فردية هذا نوع من الأنانية أنت مسؤول ووفق عضو اللجنة العلمية والمختص في علم الاجتماع مهدي مبروك يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقباله على التلقيح أناصر مهمة في محاصرة الوباء وتجنب حالة الانهيار القصوى للمنظومة الصحية في موضوع آخر تشير تقارير الدولية إلى تطور وازدهار التجارة الإلكترونية في العالم نتيجة جائحة كورونا والقيود المفروضة على الشركات والأشخاص ما أدى إلى استعمال تقنيات الحديثة وسيلة بديلة لإزداء الخدمات عن بعده وترويج السلع عبر مواقع الواب والمنصات الافترضية تطور شهدته كذلك تجارة الإلكترونية في تونس يقال إن مصائب قوم عند قوم فوائد فبينما تغلق شركات وتتحول أخرى من الربح إلى الخسارة تحت وطأة أزمة كورونا أدى انتشار الوباء وتوابعه في المقابل إلى الزهار قطاعات اقتصادية من أبرزها التجارة الإلكترونية إذ تجاوز عدد المتسوقين عبر العالم المليارين في 2020 وفي تونس يشهد هذا القطاع تطورا مستمرا ببلوغ عدد الشركات المنخرطة 2200 مع ارتفاع عدد المعاملات ثلاثة أشهر لسنة 2021 تم تجيل قراب زوزملين ومئة ألف معاملة مقابل ثلاثة أشهر لسنة 2020 تم إنجاز تقيب الضعف سنة نفس الشيء رقم المعاملات 116 مليون دينار مقابل 62 مليون دينار سنة ثلاثة أشهر لسنة 2020 نسبة نموه بـ 83% العقلية التونسي بدأت تبدل التونسي دي مواقب العصر التونسي دي محب فرق سعى جديد تونسي نوفوتي تباحة الإي كوميرس كان ملول رتيسان باعتها ومع كورونا تستثمر الشركات المنخرطة في تجارة الإلكترونية في تونس في مجالات مختلفة في وقت يرتفع فيه إقبال المستالك خصوصا على الملابس والآلات الكهروم منزلية إضافة إلى المواد التزيجة اخترنا نخدمه مع الفلاحة نحن نشري من عند فلاحة بأسوام تفاضلية معناها اللي تسمح لهم هما بش يدخلوا في ربحهم وبعد الخضرة والغلة نجيبوها من عندهم نحطوها على سيت انترنت والعبيد تكمانتي المستهلك يجب أن يأخذ حذره ما يشريه شيء ليجيه خاصة من مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تثبت من الهوية التاجر التثبت من المعاملة يشوف آراء المختلف الحرفاء بالنسبة لي قاموا بشراء على الخط باش تصير المعاملة لأننا نحب أن نقول القانون ره موجود الإطار القانوني موجود بعض الأشكاليات وخصوص التطبيق متاعه خصوصا في ظل غياب هوية التاجر البيع عن بعد ورغم تطوره في تونس لأن المواطنة مازال يشكو طريقة الدفع وجودة المقتنيات مقارنة بما هو معروض على المنصات الإلكترونية في بعض الأحيان فيما يواجه أصحاب الشركات المنخرطة صعوبات تتعلق أساسا بالإطار القانوني بشمشي تحل شركة تمها تقول نشاط إي كوميرس ما عانيش في تونس ما عانيش أطر قانونية نخدمه فيها ثم دخالي في القطاع هذي اللي هو والد منصة ثم التحيل قاعدين بصدد إنجاز دراسة حول تقييم التجارة الإلكترونية المناخ العام دونك اللي يشمل الإطار القانوني الاستراتيجيات اللوجيستيك البيمو وإن شاء الله بش نخرج بوثيقة عمل بخطة على أساس رفع مختلف الصعوبات آفاق واعدة للتجارة الإلكترونية في تونس حيث ترفع تحديات ورهانات مرتبطة بتنظيم هذا النشاط والتزام المهنيين باحترام القانون ونزاهة وجفافية المعاملات وخصوصا حماية المستهلك توجدت جولة مفاوضات الوفد التونسي مع المسؤولين الأمريكيين بواشنطن بحصول تونس على هبة من الإدارة الأمريكية تقدر بخمسمائة مليون دولار عبر مؤسسة تحدي الألفية هبة ستوظف في إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعات التجارة والنقل والمياح لقاءات الوفد المالي التونسي إلى العاصمة الأمريكية أنهت عمليا ترتيبات حصول تونس على هبة من الحكومة الأمريكية من خلال مؤسسة تحدي الألفية لإعادة تأهيل البنى التحتية في ثلاثة قطاعات المشاريع هذه جاء في ميادين هامة وهمة جدا للتونس اللي هي النقل اللي هي توزيع المياه اللي هي دعم المرأة الريفية سنغطي ثلاثة ميادين التجارة والنقل والمياه وسويا يمكن لهذه الاستثمارات أن تنعشي الفرص الاقتصادية للشعب التونسي وقيمة الهبة تبلغ مستوى قياسي لأي مساعدة أمريكية سابقة لتونس هي بمستوى 500 مليون دولار عبارة على مليار و400 مليون دينار هو في تاريخ العلاقات ما بين الولايات المتحدة وتونس شيء جديد وقيمته همة ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في وقت قريب نسبيا بعد إتمام الخطوات الإدارية والقانونية في البلدين ننهي المفاوضات مع الحكومة هذا الشهر إذا صار كل شيء على ما يرم نأمل بعرض هذا الاستثمار على مجلس إدارتنا في شهر يونيو للبت به وقد نتمكن من التوقيع في الخريف المقبل يوم ثاني من اللقاءات مع المؤسسات المالية في واشنطن أنتج برامج عديدة لمساعدة تونس على دعم البنى التحتية فيها لمواجهة تحديات المستقبل إيميل بارودي التلفزة التونسية واشنطن مرة أخرى تعود تونس إذن إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة في تاريخها من أجل الحصول على قرض لسد عجز قياسي في الموازنة العامة واستشروط مسبقة من الصندوق وبرنامج إنقاذ اقتصادي تصيفه الحكومة ببرنامج الفرصة الأخيرة قراءة في هذه التطورات تقدمها الأخبار الليلة مع المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان مفوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي تجريها تونس من أجل الحصول على قرض هو الأكبر في تاريخ البلاد تقدر قيمته بأربعة مليارات من الدولارات في ذل تقيمات مختلفة حول حاجة تونس لمثل هذه القروث التي قد تزيد من ارتهانها إلى الخارج فيما يعتبرها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ضرورة لا مفر منها لكن بشروط قرض هذا كهولي ربما يفتح الباب لتونس لأن تدخل للسوق المالية الدولية وتقترض من جديد لمجابهة حاجياتها أولا من الموارد المالية ثم وخاصة حاجياتها لتسديد مستحقات القروض لسنة 2021 التي توصل إلى 16.3 مليار دينار لابد من تسديدها هذه السنة برنامج التمويل الجديد الذي تسعى تونس للحصول عليها يمتد على ثلاث سنوات مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها وتتماهى مع الحد الأدنى من الشروط التي وضعها الصندوق صندوق النقد الدولي الآن يقول أنه لابد من انتخاذ إجراءات جريئة وقوية في ثلاث مجالات المجال الأول هو السيطرة على كتلة الأجور وهذا إشكال كبير في تونس ثم رفع الدعم للمحروقات وإصلاح منظومة الدعم برمتها والشروع بجدية في إنقاذ المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات كبيرة جدا مراجعة منظومة الدعم شرط من الشروط التي يفرضها الصندوق وتطرحها الحكومة بقوة في سياق سياسة عامة لإصلاح هذه المنظومة يتحول من خلالها الدعم من مرحلة دعم الموارد إلى دعم المدخيل من ذلك رفع الدعم عن المحروقات وفي تعليقه على الزيادة الأخيرة في أسعار هذه المادة يقول عزدين سعيدان الخبير الاقتصادي حجمها كبير 5% زيادة كبيرة ومعتبرة مش تأثر مباشرة عن قدر الشرائيين المواطنين التونسي ولكن مش تأثر أيضا بكافية غير مباشرة لأنه ما فيماش نشاط اقتصادي فيماش قطاع يعني كلفة لإنتاج متاع وهيش مرتبطة بسعر المحروقات وسيرفع في أسعار كل المنتوجات وسيغذي التدخم المالي وسيزيد في حاجة الوضع الاجتماعي لهذا التسابق والتلاحق بين الأسعار والأجور بحث عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ومحاولات لوضع برنامج إنقاذ اقتصاد منهك يأن تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والصحية قد لا تكون ذات جدوى إذا لم تنقشع سحابة الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر الوضع السياسي هو الذي زاته هذا الوضع تعقيدا ولن تتمكن تونس على أسف من الدخول في عملية إنقاذ اقتصادي حقيقية دون تهديئة الأجواء السياسية وربما إيجاد حلول ولو كانت وقتها لهذا التشنج الحاد جدا في الوضع السياسي تونس تعود إذن إلى صندوق النقد الدولي بعد خمس سنوات من اتفاق قرض وقعته حكومة الحبيب الصيد في ماي 16 و2000 بقيمة 2.9 مليار دولار لم تحصل منه البلاد سوى على 1.7 مليار دولار واليوم ومع تغير الوضعية الاقتصادية والسياسية هل سيقتنع الصندوق بجدية الالتزامات المقدمة من الطرف الحكومي وهل سيفتح مجالات التعاون مع تونس للمرة الرابعة في تاريخه تقدم أشغال الأعداد لقمة الفرانكوفونية 18 التي ستحتضنها جزيرة جربا يومي 20 و21 نوفمبر القادم ويحضرها عدد من الوزراء وإطارات الدولة العليا محور مجلس الوزري مضيق انعقد اليوم شرف عليه رئيس الحكومة المشاركون استمعوا إلى عرض حول تقدم الاستعدادات والتحضيرات وتحديد المتدخلين مع ترحي المسارات المزمع اتباعها فيما تبقى من الرزنامة ليشدد رئيس الحكومة على ضرورة الإعداد الجيد لوحيدة من أكبر التظاهرات الدولية التي ستحتضنها تونس مؤكداً أن الأهم هو تدليل صعوبات لإنجاح الموعد بتسخير الإمكانيات كافة أحدث ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية منصة رقمية جديدة لإداع مطالب الإقامة ونصف الإقامة الخاصة بتلميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية مبادرة رحب بها الأولياء والتلميذ خصوصاً بالمناطق الريفية بينها منطقة كاركر من ولاية البونستير المدرسة الإعدادية بكاركر من معتمدية بومارداس هي واحدة من المدارس الإعدادية ذات الخصوصية الريفية إذ يشكل إسناد المنح المدرسية للتلميذ مشغل الأولياء الأول بهذه المناطق لتأمين ظروف أفضل لتمدرس أبنائهم خاصة مع أحداث منصة رقمية جديدة لإداع المطالب إلكترونياً كل واحد يخوا حقه اللي عنده حق ياخده واللي ما عنده حق ما ياخدوش إثنين معناها دون التطبيق هذه نحن فرحنا بها باش يتمسلنا أكثر معناها من بزي تلميذ ما عنده أولاد نحن منطقة رفية أبعد بلاسة 18 كيلومتر اللي نحن أولاد البلاد يبدو كيلومتر ونصف بعد على البلاد تصوري أنت تلميذة بنتك تقرأ نفيام ولا بريميراني ما تدخلش مش تفطر ولا ما تدخلش قاعة الموراجع ومش تلقاش تقرأ في زيتون ماذا بينا يتمتع بخدمة نصف القامة في هذه التطبيقة أكثر العدد ممكن من تلميذة عنا تلميذة اللي يتمتعه بالأكلة المدرسية 250 كلم بين الإعدادية والمعهد الأقرب بلاسة للليسي تبعد زوز كيلومتر وأبعد بلاسة 20 كيلومتر ماذا بينا لو كان يزيد تكفيف العدد حتى يمس أقصى حد ممكن من التلميذ لأن التلميذ ألا ما يكلش في المدرسة يلقى روحه تحت الزيتون ويأتي اعتماد هذه التطبيقة من قبل ديوان الخدمات المدرسية في إطار تمتيع التلميذ الذين تتوفر فيهم شروط الإقامة ونصف الإقامة بالمؤسسات التربوية ومنع كل أشكال تجاوزات في هذا المجال على أن هذه التطبيقة تخص تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية تم أسناد هذه المنحة المدرسية لمستحقها وفقاً لمنظومة إعلامية رقمية تعطينا مقرؤية في عملية إسناد المنحة المدرسية تعطينا الشفافية لتكون هذه المنحة تسند لمستحقيها فعلاً دون سيواهم بدنا بتجديد المطلب المنحة تجديد المنحة ثم مطالب جديدة بالنسبة للمرحلة العديدة والتعليم الثانوي انطلقت 3 مي انطلقت المنصة هذه بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي يوم 6 مي على أساس في انتظار نتائج متاحهم بعد الامتحانات المركز الجيهوليسيانة بالمهدية اللي دخل وعمل دراسة فنية وإن شاء الله في القريب العاجل لاستعداد العودة المدرسية 2021-2022 إن شاء الله يكون تم التوسع متاع قاعة الأكل المطعم المدرسي منصة رقمية حديثة لتمتيع التلاميذ بخدمات الإقامة ونصف الإقامة بالمؤسسات التربوية من شأنها إضفاء الشفافية والسرعة على قبول المطالب وتوجيه هذه الخدمات إلى مستحقيها دون سواهم سيما بالمناطق الريفية تتطابق أراء العلماء عبر العالم بخصوص ضعف نسبة سقوط الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي بأحد البلدان وترجح إمكانية سقوطه بأحد البحار أو المحيطة الصين فقدت السيطرة على صاروخ إثر إتمامه مهمته ووضعه الوحدة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية في مدارها المحدد الأسبوع الفارض أثار مرور الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي بعد فقدان السيطرة عليه أثار مروره بتونس لذ أمس في مناسبتين حالة ترقب وتوجس رغم توقعات بسقوطه في البحار والمحيطات أو المناطق غير الأهلة بالسكان ومروره القدم مش يكون مع منتصف الليل لكن نراه مروره فوق تونس ما معناتوش كونه مش يفقط على تونس سقوطه أو ما كان سقوطه ما هوش محدد إلى حد الآن لأنه القوى العظمى والدول العظمى اللي أخذت المسألة بجدية وتكفلت بحلول للمسألة هذه أحدت تاريخ لسقوط الصاروخ هذا اللي هم شكون بين ثمانية واثناش ما والصاروخ الذي فقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة عليه بعد إطلاقه نهاية أفريل الماضي في الفضاء يزن 21 طن ويدره عول الأرض بسرعة كبيرة جدا تفوق 20 ألف كيلومتر في الساعة من قطب إلى قطب محالة دون ضبط موعد السقوط على الأرض ومكانه المكان ما يكون معروف كان كي يدخل الصاروخ هذية سقوطه مش تمر ستة ساعات ستة ساعات هذيك هي مش تكون ساعات حاسمة وفاصلة ينجم الصاروخ هذيك يهبط بطريقة طبيعية في البحار أو المحيطات وهي المتوقع أكثر لأنه البحار ومحيطات تمسح أكثر من 71% من مسيحة الأرض كذلك ينجم يهبط في السحاري الكبرى لكن ثم فارضية ضائلة اللي هي 1% كونه يهبط الصاروخ في منطقة مأهولة أو يبسة لهنا أكيد جدا مش يكون فيما تدخل خاصة كونه وكلا الفضائية الأمريكية عندها برنامج لتتبع النييزك واعتراضها في حالة كونها تهدد الأرض يعني نفس البرنامج ينجم ينطبق على Long March 5B وفادت الجمعية تونسية للفضاء أن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية مايك هاوارد قد صرح أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب ما صار الصاروخ في جديد الخبر العالمي نقش وزراء خارجية مجموعة الدول السبع موضوع لقاحات كوفيد-19 في وقت تواجه فيه دولهم الغنية ضغوطا متزايدا لمشاركة مخلولها وخبراتها مع الدول التي تجد صعوبة في مواجهة الوباء الدول الأغنى أعطت أهمية لبرنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة والخاص بمشاركة اللقاحات مع الدول الفقيرة إلا أنها تبرمت وأبرمت اتفاقات خاصة مع شركات تصنيع الأدفع واللقاحات واستحوذت على نصيب الأسد بأكثر من مليار فاصل اثنين جرعة فاصل اثنتين جرعة من اللقاحات التي تم ضخها عبر العالم محادثة وزراء خارجية السبع ينتظر أن تحدد أجندة قمة تقادة المجموعة الشهر المقبل والتي ستحتضنها منطقة كونوول جنوب إنجلترا في أخبار الياضة حسم تعادل بهدف لمثله درب العاصمة الذي دار اليوم بملعب رادس في قمة مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابط المحترف الأولى لكرة القدم البديل يسين شماخ منح السبق للأفارقة في الدقيقة الثانية والثمانين قبل أن يدرك محمد علي بن رمضان التعادل لترجي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والثمانين رافعا رصيد فريقه في صدار إلى ستين نقطة فيما بات رصيد الافريقي تسعة وعشرين في المركز العاشر وبمركب الهدي نيفر إنقاد النجم الرياضي الساحل صاحب المركز الثاني إلى الهزيمة بهدف دون مقابل أمام مضيفه الملعب التونسي الذي رفع رصيده بالمناسبة إلى تسعة وعشرين نقطة بفضل الهدف الوحيد لهيثم العيوني منذ الدقيقة الثامنة أما بملعب بجمعة الكميتي فقد اكتف الأولمبي الباجي بالتعادل بهدف لهدف أمام ضيفه اتحاد بن جردان الذي كان البادئ بالتسجيل عبر هيثم المحمد منذ الدقيقة الخامسة والثلاثين قبل أن يدرك عبد الرحمن الحنشي لأصحاب الأرض في الدقيقة الستين وفي باقي المواجهات غلب مستقبل الرجيش بهدف دون مقابل على نجم المتلوي واكتسح نادي البنزرتي شبيبة القيروان برباعية نظيفة وعد مستقبل سليمان بالنقاط الثلاث وبهدف دون مقابل من أمام مضيف هندي سفاقسي فيما تغلب اتحاد تطوين بثلاثية نظيفة على الاتحاد المونستيري نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام وهذا تذكير بالعلم في ظل تسجيل مزيد الوفايات اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقترح إقرار حجر صحي شامل خلال عيد الفطر ومنع التنقل بين المدن تونس تحصل على هبة بخمسمائة مليون دولار من الإدارة الأمريكية خلال مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولية وبعد فقدان السيطرة عليه مختصون يؤكدون عدم تحديد مكان سقوط الصاروخ الصينية وتوقعات بوقوع ما سلتبق منه بين الثامن والثاني عشر من ما أخبرنا هذه كما غيرها متاح لكم أن تواكبوها بالمشاهدة أو إعاداتها عبر بوابة التلفزة التونسية بيت التونسيين افطارا طيبا مشاهدين وزارة ممتعة